الحب يا سيدة يا كرام هو واحد الإحساس اللي عاطفي قوي كيشمل العاطفة والاهتمام والتضحية لشخص آخر الحب كيمثل الروابط العامقة ما بالناس ويمكن يكون للعائلة يمكن يكون للأصدقاء لهواية الهدف أو خيرهم ولكن في حكيتنا الليلة غادي يكون مع شخص اللي كان غريب حتى غادي يولي شارك الحياة ومن منا معاش لحظات حب في حياته صاحبات حكيتنا اليوم غادي تعيشكم في حكيتها وكأنكم كتشوفوا شي فيلم رومانسي هندي مئة بالمئة لما كانت كتحكي ليها كانت توصلني شعور ديرها كيف أنا اليوم غادي نوصل لكم بطريقتي وبطريقتها غير هو عندي لكم سؤال في نظركم هاد القصة ديال الليلة وش غادي توج بالزواج او لا غادي تكون حكاية كيف الحكاية الاخرين كعابر سبيل هادش اللي غادي نعرفه في حكايتنا الليلة ما تمشوفين وبقاوم عاي باش تسمعوا لها سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم لكم تكونوا بخير على خير أموركم هانيا أحوالكم طيبة كيفما انتم مباغين اللي في شي عطلة بصحته وليما كان في شي عطلة ما تقلقوش أنا المؤنسة ديالكم في الواحدة ديالكم أينما كنتم فإذا كنت جديد على القناة سأقول لكم مرحبا بك وإذا كنت من أهل الدار دار دار وجدوا لي شي حاجة تأكله ولا تشربوها لأنه حكايتنا الليلة طويلة أخيرا ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم يلا لين نبدأ أنا جوديا تزاديت وسط بابا وماما وأخوتي لي كانوا دراري نهار تزاديت هنا كان واحد نهار لي هو زوين بزاف كانت قالت لي يا ماما بلي أنا هو الطبيب خرج عندهم وقال لي هم بلي واحدة من بنتكم غادي تخرج عيانة وما يمكنش نعطقهم بزوج حيث يش كنا توهم أنا ذاك ماما كانت مريضة بالحساسية وكانت كنت تخنق وما كانت قدرش تنفس نهائيا أخا كانت يدروا على الأكسجين المهمة الولادة ديالي كانت صحيبة بزاف أربي ما غاديش يحرمني وللا الحمد من كلمة ماما كل شي كان فرحان بزاف الصغير والكبير جيران العائلات حيث كان واحد نهار لي هو كبير أنا وماما بخير أخا غادي نفقده واختي التوأم غادي تدوس طفولتي زوينة بحلقه على البنات والدراج الصغار غير أنا كنت مفشة بلا قياس من عند كل شيء اللي جايراه جايبية كل شي تي شريليا كنت مفشنة بالصح كنت زوينة بزاف شهبة وعيني كبار وكل شي تي موت عليها غادي نوصل التاسعة لسين دخول مراهقة اللي كتكون في المفروض أنها خيبة كي اللي كتجي على الماكياج على العلاقات على البلية وكي اللي كيدووزها عادي لكن مراهقتي غادي تجيني باش أنني ندير السيف عمرش يحد دمجالها لي ولا عمرها جاتني في بالي وعمرني ما عرفت أصلا بلي أنها فارضة المهم مشيت لعند دارنا وقلتها لهم وغادي رفضوا تي بقى صغيرة وما زال ما متبتة وغادي تزيلي تكبري وتحييدي وورا ماشي يلعب قال لهم بابا خليوها تديرو أنا أصلا من صغري فارضة شخصيتي على دارنا وحتى كل شي وخبابا كان قبيح بزاف كان بابا ذاك الإنسان لي ما تيبغيش أنه يبيني المحنة دياله إلا إذا كانت بشي طريقة ليه غير مباشرة ما عرفش ممكن كانت يسحب لي إذا تعمل بحلاكة ما غاديش يفقد رجولته أو للدور دياله كأب كان تكلمته مسموعه والرأي دياله والشوار شواره ولكن صراحة ما كان الشيق معنا وتيخلينا نعطره الأراء ديالنا ولكن في لفس الوقت كنا كان نخاف منه بزاف درجة أنه إذا لم يجبناش مزيان وتعطلنا ولا خرجنا حد الباب كان عارفوا بلي أننا سيناكلوا هكذا لأنا ولا أخوتي المهم أنا تان كبر وليت كانت تعرف على البنات وليت كانت تفهم بلي أنه ماشي يا ناس كي يبغيوني كيف مما أنا وهنا بدأت الحروب مع البنات والصحابات هل يبغت دعي ذاك القر وعزكم الله هل يبغت تخرجك مع الدراري هل يخرجت علي وضيعت لي عام ديال القراية وما نجحت شوية نجحات حيث كانوا عندها معرفة ديك المدرسة المهم قاسيت بزاف مع البنات اللي ما عندي يظهر فيهم ولكن أنا بطبيعي ما كنش كان حقد غير تنضحك كنت معروفة بهذا تقدروا نقوله الخصلة كنت تنضحك بزاف وبلا وقت وبلا حتى سابب ديالتي تلقيني كان ضحك رجعتي تلقيني كان ضحك فقريان ضحكة في الضار المهم أنا غير حالة في أمي وخا كانوا المشاكل في دارنا ولا إني كانوا شعجة عادية أي ضار فيها ومن صغري كانت فيها هدية القاعدة كان عزيز عليها راسي يمكن كنت متكبرة ولكن غير مع راسي ماشي مع الغير بالعكس كان يعجبني الصغير والكبير واللي ما عندو كانت متوضع على درجة كبيرة وكان بغير الخير للناس ونظهر الكبير عندي فاش نعاون شي حد ولا نعطي غير شي حاجة ولا غير بالكلام كانت يعجبني راسي ما كان بغير لنحزن ولا نبكي كان خصتني غير نضحك نقرأ ونعيش في أجواء اللي هم مزوينين وحتى إذا كانت صدع في الدار كيف تقولوا تنقلب ستافت سعود كانت دخل بيتي حتى تقدر الأمور وتهدم ونخرج لعندهم وانا غير ضحكة هذه هي كانت حياتي البنات ديما وخة كانوا تيضروني كنتا نبقى معهم كنتا نعرفكش لا منهم ولكن اللي كانوا مقربين لي كانوا محسوبين على رؤوس الأصابع بحكم أنا مكانش عندي أختي حيث ماما مكانش يمكن لها أنها تزيد بحكم أنه ذكش اللي وقع عليها في الولادة ديالي فما قدراش أنها تخاطر وقالت الله هما ثلاثة وأنا معهم ولا نخاطر ونخليهم من المورايا هلشي اللي اشي حبسات فأنا بدوري كنتا نقلب على ذيك الأخت ديالي في أي بنت عرفت عليها وكان أعطاه لي مورايا ولي قدامي من أي حاجة ولكن كانوا تيضروني لطرق العوجة وانا ربي سبحالله العظيم كانت ابتني وليلي الحمد منين وانا صغيرة من التاسعة للباك عارفت قاع انواع البنات ولكن عمرني ما هطعت مع الدراري ولا دخلت معهم في شي علاقة كنت خاوية راسي من كل شي كنت مقابلة القرايا والضحك هذا الشي اللي كنت نعرف ليه البنات راكم عارفينهم ضروري كي يبقوا مجمعين على هذا وهذا وانا كنت وسط منهم خير كنت صنط وصاف حيش ما كانش عندي مع هذا الشي ديال الدراري كنقولش أنا مثالية ولكن ما كانوش كي يعجبون هذا المواضيع الساعة اللي كانت تكون عندي خاوية أنا ما كنش كمش فيها لدرنا وتنقول ماما بللي في ذيك الوقيتها أنا غديمشي للسيبير وهي ما كانش عندها مشكلة كنا كان مشي كامل للسيبير أنا و البنات وفي طريقنا لي همين كنا كندوزو كانت تتبلينا واحد صنقة اللي عامره بدراري كل واحد فيهم مع الخليلة ديالو بلاحية ولا حشمة كنت كان عيف من ذاك المنظر حيش كان عزيز علي راسه وتكبره مع راسي كيف كنت لكم وتنحس بواحد الأنانية مع نفسي بالساف مويم و كنت ديما مخنزرة في الدرال حيش كانوا تيجوني غير كي يتفلوا على البنات و يدوزوا بهم الوقت و تيشوفوا فيهم غير الجسد و أنا كنت أنا آمن بشي حاجة اسميتها الحب و سنقول قلبي عزيز علي نهار غدي نعطيه غدا نعطيه لراجلي لي سهله و نعيش معه شر قصة حب حيش كنت أنا آمن بالحب و كان عندي نهار كبير و هو فشكي يجي شي واحد و يعود لي على القصة الحب ديالو و يقول لي في الأخير بلي أنهم توجوا هاد الحب بزواج ديالوهم كنت نحماق على قصص الحب و كنت نآمن و بقوة بلي أنا و حتى أنا و حد نهار غدي نعيش قصة بدوك القصص موهم كنت أعاز زراسي و هذا شي كنت يخلي بزاف ديال داري أنهم يدوروا عليها حيش كنت نجي يومش وحدة ما عندهاش الخليل ديالها كانت بالنسبة لهم في شي شكل أنا مكنش عاطي يوم فرصة أصلا هالي تنقمعو هالي تنخلو هالي كان عيرو المهم شديت الباك ادخلت الجامعة العام الأول الثاني اللي كانوا عندي فيه امتحانات و كان عندي امتحان الأخير باش نسالي للسنة باش نعرف واش نجحت و لا ما نجحتش هذا كل نهار كنت وقفة مع البنات و جاء عندي واحد خينة قصني فوجي ما ارضيتش و مكراش ذلك اللحظة كنت شديت الماء والصابون و بقيت كام فريك في حقنكي باش يديه ما تبقاش فوجي اني جيت نشوف نلقيت بلي أنه داري صحابه مجموعين من مورايا و كانوا تيضحكوا و تيشوفوا فينا و أنا هنا فهمت بلي أنه هاد خينة راد هر شي سيناريو مورايا غادي نضربوا و بقيت تنغوت عليه و كان عاير قاعدك القوة ديلي حطيتها عليه و مرضاش بدك يتحلف عليها والله حتى تغضى في الصباح غا تلقيني هاز عليك جنوية و غادي نخسر ليك ذاك الوجه اللي عاجبك و أنا ماشي كان صراحة عاجبني راسي كيف سنقول لكم ولا و ما كان قولش بلي أنا ويعرف الزين ولكن كان عزيز عليها راسي لها غير المهم شي طيب دارنات تعشيت و الجد الآخر متحانة علاقت لي وهي تجي عندي واحد البنت صاحبتي قلت لي شوفي أراه فلان كيت تحلف عليك و ذاك الشي اللي قال القبيلة أراه بالصح حي تجي قلي بلي أنه غادي يجيت نقدم الباب وهو و صحابه يخسر لك ذاك الوجه اللي ضحكت في الناس كاملين تخلعت ولكن قلت و شكيت بلي أنه ربا ما يقدرش يدير هاد شي كامل و إلا غادي يدخل الحبس المهم جوقت الناس و ذاك الليلة بغا نعس و ما جاينيهش ذاك الناس سنقول وش نقول هالدارنا لما نقول هاش لهم بابا قبيح و أخوتي حتى هما و ما يبغيوش ليقس لهم بنتهم و الأختهم غادي نقول هالماما ولكن ماما مسكينا غادي نخرجها ما ش غادي ندير عتيشنو الليلة لها فعلا غادي نشد تاكسي و نمشي اللافاك اللي كانت وسط الفيلات و خاوية قرب التاكسي اللافاك قلت لعفك أخويا صافي بارك عليك غير هنا غادي نحطني شوية بعيدة باش نمشي نحضي الباب يكما كان ذاك خينا و تم ولا لا فعلا بل يتم مع اصحابه كيدورة لي بعينيه و ننخبية و حاضية غير جنابي لربما يمشي يشوفني شي واحد و يمشي يقوله لي و يتم جايليا بقيت عاصرة تمة لربما انه يدخل يدوز امتيحان و يدخل حتى أنا ولكن والو حلف بحلفه لتعزام ذاك البلاسة شو غادي ندير ما ندير و قال لي خرج خرج هو يأس و قال لي ما غاديش يجي و مشا في حاله أنا مشي تدخلت للإدارة و بكيت عليهم و كتليهم هش موكين عندنا ما نديرو لكها بنتي ما يمكنش دابا نجي و نعطوك الدوز امتيحان ببوحدك لو راقصها في الجمعه طلبت تزاوغت شرحت هالعار و قالوا ما بغوش إذا درنا معاك هالشي غادي ندروا معاك بزاف و ما غاديش يبقى لقين ضيباط فمشيت لدارنا نبكي عليهم راني ما خدمتش مزيان راني قدر نسقط حاولت أنني نهيهم باش ما يتصدموش إذا ما نجحتش بابا قال لي ما شي مشكل اتعاودي العام بقيت كان شوفي و قلت ليها واخا و أنا ما بغاش نعاودي العام حيش خفت لمشي نعاودي و نجي مع ذاك خيناه لحته و مدوش بحالي بحاله المهم جات العطلة قلت أجي نجمع مع واحد القشلان تعد دراري ما كان ما يدار نجمع معهم و لكن ما نفوتش معهم من حدود و ليجب معي الموضوع بلي أنا نكون خالي لديه غادي نبكي و نسالي هنا و فعلا كنت ندوي مع بزاف ديال التراري مع غال أعمار غير اللي فات معي الحدود تنقمع و نبكي يتعاودي لي على ما ندوز مع البنات كي يتعاودي لي على المشاكيل و المهم كل واحد و شنو كانت يقول لي حتى الواحد النهار غتي يجيني ميساج في انستغرام كتوب فيه كوكو و ايش كون معي و اخيرا جاوبتيني كيف هـ شاتي يقول لي اخيرا جاوبت و انا لكن انا قمت بتقليبي حتى ننسيت على الهدود لماذا قمت بتقليبي و ما شهرت معك أو تعرفت عليك لا انا غير كنتنا عجبتيني قالي يارك عجبتني اه اه اوام من بعد لما تفهمين اشي غلط راني مانوي معك حتى شي حاجة خيبة راني غير بغيت نتعرف عليك وخامش المشكل وياريتني كو كان عندي مشكل حدابة غادي ندخل في انا واخوتها بقيت كندوي معاه وهضرة كتجيب هضرة ما كنتش عارفه في نساكن وشنو كانت يدير في حياته كنت عارفه عليه غير سميته وكنيته حيش يالي كان ديره في انستاكام هو كان عارش حال عندي منعام وفاش كنت تنقره وبطبيعة الحال ما عودش لي المشكل اللي وقع عليها مع ذاك الدري قتلها غير تنقره وصف المهم كانت هضرة كتجيب هضرة ويغبر عليها بالشهورة ويعاود يرجع ثاني ويدوي معايا وانا اصلا ما كاش عندي مشكل انه ما يدويش معايا حيش ما كنش مسوقها وحتى هو كان بحاله بحلقه عدرالي الاخرين كيتعرف على الابنات كيتدخل معاهم في علاقاتي لما اخرى المهم واحد الليلة غادي يجي يقول لي وش مساليا اه ها لاش بغيت نعود لك شي حاجة مرحبا غادي بدي عود لي على حياته والمشاكل اللي شنوداز منهم من نهار التولد غادي فضت فضع لي ديالب الصح تحفظ لي بأسرار ديالو وقلت ليها رعا في بير قال لي ما عرفش وخلاني نعود لك هذا الشي كله مع العلم عماني ما قلت هذا الشي اللي بنات اللي عرفت يمكن يدل بوعت حيش ما قدرش نفتحك نهار المهم غادي نعطيه الطاقة الإيجابية اللي كانت عندي وطبط ليه على قلبه غادي يمشي عوداني بشهورة وغادي عود يرجع يدوي معايا فالشي يرجع كيدوي كي لقاني عادي ماشي يزع ما كنت تنلومه علشي غبرتي ولا هذي ولا هذي إلا لا كنت تنهضروك نضحكو والوقت غادي حتى كملنا عام وهنا القناريوسنا تندوي 24 ساعة إلى 24 ساعة المهم كنا دي مدوين غادي نقول لي راني ما عارفك ش فين ساكن واشنو كدير في حياسك وانتهد شرك عارفو عليا قال لي أنا ساكن برا المغرب شديت الباك ديالي وخرجت وراني دا بخدام هنا بلاسة في المغرب قال لي واحد بلاسة بعيدة على مدينة فين أنا تنسكن بعيدة بزاق الله عليك سنقلب يا وبعدها حتى إذا فضفتت لك سأنا شوية أهمي ما عندك كدير سوصل لي فعلا والذي كان شارك معاه شوية من المشاكل التي توقعه معايا بقنا على هذ الحال مرى مسوقي لبعضنا مرى له أنا أصلا ما كانش على بالي كان غير واحد شوية دي الإعجاب من جهته وما كنش مع مره راسي نهائيا به حيث اشتنا نقول هو فين وأنا فين صافين بقى وكان جمع واحدة الوحد النار غادي نبلوكيه بحال وبحال خوتو واحد النار قال لي يا واش نضروا مكالمة بالصورة ابل فيديو حيث أنا ما كنش كان نصفت لي تصوري ولا حتى لنشي حد أصلا من قبله من غير ذاك القروب منتع واحد الكليب اللي كنت نموت عليه كنت نحط فيه مره مره تصوري حطت فيه مره وحده تصورتي المهم فاشت طلب مني ابل فيديو قلت لي هو خمشة مشكلة في الاول كنت نبين لي هنص عين وهو كان تيبا كامل بقيت نشوفه وجهه طفولي وباري وكيف الشي يضحك وتيقول يا غير بيني وجهك راح هادي وانا كنت حشمانة ومزنقة حتى اول مرة غدي نتكلم مع شي واحد بهالطريقة في الاغيزو السوسيو المهم كنت حشمانة وككل مرة كتسمح لنا الوقت كندروا مكالمات اللي كان بين شوية من وجهي حتى اللي كان بين وجهي كله من تماما ولينا كان هضروه بثاف المساج بالنهار وفيديو في اليحشية فاش انا سنسال يشغالي وهو كي يرجع من خدمته كنبقى وكان دويه بسويه وهو تيشقى كي يجمع داره وحنا في ابل فيديو بقين علاية الحال تلوحد النهار بديت كان نحس راسيه حيلا بديت كان ميليه وهنا غادي نحبس نخلته وليح تليفون وما بقيتش مسوق عليه او لا فاش كان تيجي فبالي تقول خاسك الجودية تكرمها شوية وتعرفي راسك شنو كديري فعلا وليت مع مره راسي بالبنات بزاف وكان خروج وكان دوز معهم من الوقت وانسيته هو ما كانش تيعجبو الحال وكان كي يقول لي واش دخلتي في شي علاقة كانت يصفت لي على المساج وحد من المره الاخر ما كنتش كنجوب ولا نعبره لدرجة ولا كي يعيرني الفعلات تركة مشيتي غدرتيني ودرتي فاشقرت هذا المساج عالصبري وانا نجوب وانا نقول ليه اش بينو بينك اخوي حتى نغدرك انت عارفني كندوي مع الدلالي وحتى انا عارفك كندوي مع البنات وانا نغدرك انا اصلا ما بينو بينك والو شوفي من الاخر انت راكيك تعجبيني وكان بغيك وبغيك تكوني ديالي انا انا ذاك تحركت لي العاطفة وكنت مزع زعاف القرار ديالي وانا نقول ليه لا هذا الشي ما ليقش لينا وانت عارفني باللي انني ما كان ندخلش في علاقات وهذا الكون انت اخويه صاف يضرب عليه وبطبع دياليه قبح بزاف وتشرب بزاف عزاكم الله وكل نهار وانا عكس داك شي قاعد لي فيه ما كان حميش نشوف ولا ندوي مع شي حد تيكمي ولا حتى كيشرب او كانت تديرهم كاملين وانا كنت نشوفو في ابل فيديو وفي نفس الوقت نقول اذا ما بتلتيش ليه طبعه اجو ديالي راك مدرتي وانا كثيرة تبغين ديرقاح جهدي انبتل منطبح شي حد اذا كان غادي في شي حاجة لي ما يحتل لهيه ذاك شي عليش قلت ايمكن ذاك شي مناش هو ذاك هو السبب الرئيسي اللي خلا انا ويونس راسو في ذاك الغربة بدك تتخرب عمورني ما قلت لي علش كتشرب ولا علش كتدير هاد شي حيش كنحساس بزاف فاش مبقيش كنجوبو حتى هو غادي غابر علي بشهورة حتى عود دولية من جديد وذك ساح انا غادي نخدم عند واحد المحامي ومن صغري وانا تنحلم انا نكون محامية ولكن ما كتبش عادش وفرحت فاش لقيت هذه الخدمة عند ذاك المحامي اللي كان منقطيه بخلقي الله وضريف بزاف ولكن كان كيبغي الجيد دي الخدمة انا قاعدك الشغب والحلم دي اللي موصلت لي كنت اخرج بذيك الخدمة وكان دير لي واحد صاير لي هو زوين وسوقيت لي هو زوين ركزت على خدمتي وبروكيت بزاف دي الناس في غيز وصوصيو وتليفوني ما بقيتش مسوق عليه كنت كان جاي للدار كان اخرج مرة مرة مع البنات وكانت عاجبا نحياتي بحلاكة غادي رجع يدوي معي للمرة الالف وغادي ندوي معاه وعادي ونسيتها شنو بتكويلنا هاد المرة ماجيش باش يشاركني مشاكل تيالو ولكن كان عازم باش انا وتكون مبينتنا شي حاجة ولينا كنهضروا وفي نفس الوقت ما بقيتش بدك الحماس نتاع كلها دقيقة وليتك نخلي حتى كن نرجع من الخدمة عاد كنجاوبو من كنت تخدمي كنت تلهاي عليها غادي القراسي كان بغي وكان نموت عليه ضحيت بخدمتي وقلست منها وماما فهمت بلي انه كي ناجي حاجة وارك ما بغيش تحكر عليها بدنا كان نغيره على بعضنا وقاعدك التفلسيف والفهام والزعام والتكبر على بعضنا كله تفشلينا ولينا كان نموت على بعضنا وما كانت تفارقوش وهذا شي غادي خلق لي مشكل مع صحابتي حجاج وقت ما خرجت معهم كل دقيقة تليفوني كانت تي صوني قالوا فينك قالوا شنو كديري قالوا قري نشوفك وش جزيفك مقاد شنو لابسات ستريح دري عينيك المهم كنت عايشة وسط واحد الزيار اللي كان في نفس الوقت عاجب نحيتاش جيم واحد الشخص اللي أنا كان بغيه البنات كيبقوا عليا واشنو ما نخرجوش في خطرنا واشنو هذي 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 كيبدو كينجرو مرقتيش كون غير هذا المهم غادي نحبس الخروج معهم باش هو يرتاح وما نبقى واش نتناقشو ضحيتوا براسي وبعائلتي وما كيت تعشو وانا كنقول لهم غير سيروا تعشو انا ما فيه شجوع وكان بقى مجمع معه صحاباتي ما بقيش كنخرج معاهم وخصني نتناقشو نعز عاد انا بداحياتي نتخنع شايا ندوي معا البنات المهم بقيت معاه تخيلوا معايا حتى غادي حيد شرب عزاكم الله وما بقاش كي ضربه نهائيا وبنسبة لي كان إنجاز كبير بدك يتحسن وما بقاش عصابي كيف مما كان واللي تغير كان شوفوه غير ضحاك ونشط تبتل 360 درجة وفرحان وديك الدار اللي كانت كتب اللي حبس اللي ساكن فيها ولك يقول على غير يا سلام عشنا واحد القصة ديال الحب ليزوينة بزاف وانا كنت فرحانة كثير منه وبصحيح العبارة عشت داك الحب اللي انا كنت بغى نعيشه ومآمنة به حيث حتى هو كان كي يبدني نفس الاحاسيس ونفس الاهتمام دارنا كانوا عارفين بلي انه كين شي حد في حياتي حيث ما يمكنش نبقى مقابلة تليفون نهار وما طال ولكن عمرهم ما قالوا لي شي حاجة حيثش عارفيني كيفاش دايرا وما نسمحش لشي حد انه يخرب لي حياتي ولا نجيب ليهم العار موما كانت عارفة اكيد وانا ما غاديش نخبيعليها وعاوت لها كل شي من الول الاخير وراتي يخافي لي وتي بغيني وانا تنبغيه فرحت لي حيثش انت تقول لي هالشخصية القوية ديالك واللي مقموعة من جهة الدراري غادي تخليك ب بلا زواج علش غادي تخليني بلا زواج حياتش غادي تقدم ليش حال من واحد اللي كنت انا ذاك كنت ويقول لي اه داك شي باش كنتي كترف ضيد وكلي جو كانو كي يخطبوك لا ماما غير سبب انا ما كنش من الساعدة من بعد غادي عارفني على اخوه في التليفون واللي كان مزوج وساكنت اما ومن بعد على اخته اللي حتى هي بقا تكدوي معايا وكتعود لي على امورها الشخصية وكانت مرتاحة لي وانا كان عاجبني الحال واحد نهار وانا تجمع معاها قلت لي فرسك اخويا كيموت عليك ق قلت ليها را تنموتو على بعضنا بزوجنا راش حال هذه ماما كانت تدوي معاه واش عندك شي وحدة في حياتك تقول لي هلا عادي راك نعرف الدريات وتيمشي ولكن ما عمر شي وحدة ما قلنا نسميتها ولا جبتها لنا إلا انتيا خلا اخويا يهضر معاك وخلاني نهضر معاك المهم بقنا على هذا الحال وباختصار غادي قرب انه يجي المغرب وكان ورايش ما يجيب لدارهم كهدايا غادي يقول لي فاش غادي نهبط غادي ندو ستلتيام عضارنا ونجي نشوفك اش كتقول كيفاش اعيي علش انتي ما باغاش لا ما كنش كانت ناعة هادشي كانت يباليا باليا بعيد انا ضروري خاصني نشوفك وما يمكنش لقيت انسانة بحالك كان حمق عليها نجي حدا وما نطلش عليها واخا مرحبا كان قول الله واخيرا غادي نشوفه غادي نشموه نفس الهواء تكتجمعنا نفس السما وعندنا نفس التوقيت المهم ذاك شي كان ديال الافلام كنت فرحانة بلا قياس وحسيت بحالة انا وياه تحت تسقف واحد غادي دوس تلتيام عدارهم وذاك النهار الاخر جاو تلقي ثانا وياه وانا مخ وكان قف قف كولي ورجلي ما هزينيش تنقول عندك يكون قطر عليا عندك ما يكونش نفس الشخص انتع التليفون باش تلاقينا ما حسناش حتى حتى تلقات عيني مع عينيه وما حسناش حتى تعنقنا وكانت هذي اول مرة لدي نخليش يحد انا ويحط علي عده واخا غير علاقة بارئة كيف تنقوله ما تسوقناش للناس ولا للطموبيلات انا ريسكيت واخديت راحتي بحالة ما كان حتى شي حد ما بيننا ما كان تيباليا حتى شي حد المهم بقيت كانت راعد واحد شوية وغيرتنا نضحكو وتخلطوا ل من المشاعر وهنا فينا عرفت بلي انه تيبغيني حيش ميمكنش شي واحد دوز شلاح ويجمع ابنت وحد اخرين غايجي حتى لعندي انا ويطرع لي هذك شي اللي شفت بعيني وحسيت معاها شدينها تاكسي قال يا فيه جوع بغيت نتغضى شو بغيت انتي لانا ما بغيت والو ولكن كان فيه الموت نتع الجوع حيش النهار كامل ما كنش وكله وفي نفس الوقت كنت نحس بالشباه حيش هو معايا تياكل وكانت عمله بحالة غير البارح تلاقينا فرحت وديك الهضران تاع صحابتي هوا غايج ويقلب عليك ما كانش نهائيا المهم ذاك النهار دا الزوين بزيف وقال يابني انه انا غدا خاصني نرجع واش ممكن تلقاوه الصباح مشيت عند ماما وقلتها لها رادك السيدة ماما جاء المغرب وطلب مني نتلقاوه بالصباح وهو جاي وغاد يرجع ما قلش ليراني شفته اليوم قلت لي هوا أخا سيري ولكن حضي راسك هو كان عزيز على ماما بزيف وكانت مرة مرة تسمعك يدوي معايا تخلى الخطراء وكانت تقول لي يا هذرا ولدي الثالث انا عندي زوج وهو الثالث كان عزيز عندها غير حيث انا كنت نعود لها وربت علي واحد الصورة المهم غدي نتلقاوه وقال لي يا الله يمشو لمدينة واحد اخرى ولكن انا ما كنش ندير هادش حيث عمرني درته وخا ديك المدينة غير قريبة وغير تقفية ويالله وخا مشينو انا ما حاسنش بالوقت دوزنا وقت زوين خدال لي هدايا وكنت ضد حيث ما كانش يعجبني انه يخسر علي الفلوس حيث من طبعي ماشي مادية رفضت ولكن قنعني باللي انهم عاظهم لي عن حب ودرت لي خاطر وشدتهم غدي نتفرقوا بالبكة وشد وقدت لي كورسا ببحتي جال الطاكسي وخلصها بالتامن حتى وصلت لدارنا هو عود لدارهم بلي انه تلقى بيا وبلي كنت عكس تماما شنو كان كي يتوقع علي بمعنى اخر عجبته اكثر في الحقيقة وخا تفرقنا مجديد بقى هو هو ما تبدلت فيه حتى شي حارة وخا كان عندي تخوف بلي انه غدي انساني يويت لها ولكن ماشي بالصح وهالشي كانت يزيدي ثبت لي بلي انه هاد الحب هو حقيقي ودك شي كامل لي كنت نحس به ونضحي به ونمشاش في الخوا بالعكس انسان تي الساعة سهل حتى يقدر كل شي طلب مني نطلقه المرة الاخيرة قبل ما يرجع في حاله ومشيت خرج تشريت لي الهدايا حتى انا عن حب وعلقت جيبي ما بين هاد الحدايا غني نخرج واحد صويرة اللي فيها انا وياه وكتبت من ساحتها اذا كنت بعيد على العين رقرب في القلب باش اذا مشى يحطح داراسه ودي ما يتفكر باللي انا معاه اعطيته هاد الشي افرح به بالساف ومشى في حاله ورجعت لدارنا ووسط هاد الشي كله موقع بيناتنا حتى شي حاجة اللي خارج على الشرع ولا القانون كان متع لي ولكن ما نقدرش نفوت مع الحدود نزيدكم واخي كان خرجني من الخدمة كان قايم بيه بابا ديك الساعة ديقول لي يا يلا ندخلك تقرأي اي حاجة بغيتها ونخلطها عليك إذا ما تليتيش بغت خدمي قلت هالي قال لي يلا معنك ما تدري بالقرايا حيش اذا زوجت بك وجبتك اللي عندي ذاك نديبرو ما غادي شي بان هنا نجيبك عندي وقرايا اللي بغيتي وخدميه وندمره بزوج حتى نوصله لك شي اللي بغينا واني سمعت هاد الهدرة قلت ما شي مشكل وقلت البابا صبر عليها ش شوية حتى نفكر شنو بغيت نقرأ ولكن انا في الحقيقة كنت اخذتها لهيه هو ولا كل شهر سيصفت لي واحد الفلوس انا ما كانش عاجبني الحال حيتاش انا كنت نضحي وكان دير هادش كله في سبيل الحب فقط وكنت نقولها لي ولكن كان يوسر انا نشتك الفلوس فاش كان يصفت لي كنت كان ناخد النص والنص الاخر كنت امشي نصدقه باش لله يغفر لي على ذاك الخمر وذوق التعاطيات اللي كانت يدير وما ما كانش عارفني بلي انا كنت نشفع فيه المهم غادي دوي مع واليدي وقال لي انا بغيت نخط بها في شهر 11 ولا انت وليدي بقي مازال صغير وما زال مادرة يورو في حياتك وخاصك تحول ان ديك الدار واتخط موبيل قال لي هم باللي انا هادشي قادر نديرو وهي معايا بالعكس اذا كانت هي معايا غادي ندير كتر من هادشي حيث هالي دفعني القدام شافوا حتى عيو وقالوا ليه وخ الله يسخر انا ما قلت حتى شي حاجة لدارنا من غير ماما اللي قلت لها ما تقولي البابا ولا الاخوتي والو ماما فرحات وما قدتها فرحة واخيرا غادي نشوف والدي لا ماما ما غاديش يجي هو غادي صفت غير والدي يتكلموا فيها ماشي مشكل مرحبة بيهم على اين مشيت قلتها صحبتي اللي ثلاثة منهم كانوا قرب مني غادي يقولوا لي يا ويلي قاعدكش اللي يضنينا فيه ماشي بالصح انتي زعماش عمرش حد ما حط عليك يديه واول مرة غاديت تعرفي عليه وبغاك للزواج وحنا عمرنا ما عشنا هادشي قتل يومي وكل واحدة ورزقاء عفتهم باللي انا ومعجبهم مش الحال فبدو كي تنقشوا معايا في الاخير بدو تيرطبوا وانا حاولت نغمضعيني على هادشي داب بابا كل شي ساق الخبار حتى من خوتي وبابا اللي غايطلب مني انا اللي نعود ليه كل شي كيف ما ترى عمرني ما اختخيز باللي انا وغادي يجي شي نهار نحكي لي على الحب ديالي وانا طهرة بالفرحة اللي حش ما مشات وكل شي مشا الله يصخر ولكن سمعي بنتي خاصني نعرفه حتش غادي تزوجي به هو وماشي بوالديه اها بابا رغادي يعيطلك فعلا عيط لبابا وضوالي وارتح لي بزاف وفرح به خوتي فرحوا به لدرجة كبيرة كانت بقت يومين باش انا وميجو لعندنا غادي ندوي مع اخته ودوزت لي ماما اللي غادي تقول لي ما تخلى عيشها بنتي كل شي غادي يدوز باخير وعلا خير وانا اصلا ماما كانت كتا تقتر لي من عيني وكنت نفكر فيها كتر ما كان فكر في ماما غادي نخرج انا ماما وغادي نتقدو لي هم هدايا حيطش هادش متقالي ديولنا اخو يقتر حالينا اننا نجيبوا التريتر يتكلف بكل شي فرشنا الصالة والتريتر ووجد الماكلة وكنت نوري يقاع الخطوات وكان فرحان حيطش كبرت بعائلته عائلتك هم ع كنا فرحانين ذاك النهار اللي وصل كل شي ما زال بقي خارج كيتقضى عيط لي يا قال يا را هدارنا قربوا ولي را ما كنش اللي غادي تلقى لهم في الباب قول لي هم عافك يعطلوا شي شوية انا هدرت بكل عفاوية ايس جيت نقصة انا هم يجيوا وحتى شي حد ما يستقبلهم وهمش قال لي هم بحسن نية هالكلام متقلقات عليش تقول بحرات الهضرة مخصرش تقولها فعلا غلطت فادي وكان اعتارف المهم جوا في نفس الوقت فاش جوا ودارنا واستقبلوهم طبيعة الحال ما غاديش نب لبس لقفتان ديالي حتى عيطوا عليا وهبط وسلمت على والدي اش غادي نقول لكم واخيرا احساس ما كيتتوصفش غادي نعنق حماتي بحيلة نعنقه هو حيث اشجبت لي حب بنتا حياتي وفرحانه ما قدنيش لفرحة وفي نفس الوقت كنت حشمانة كانت كتبان ضريفة بزاف وكتدخل الخاطر وكنت فرحانة بها ومرتحة معها خليتهم ومشيت لكوزينة تنسمعهم كيضحكوا كي يجمعوا وناشطين في الاخير فاش غادي حطوا قاتي عيطوا عليا و لست معهم واذا يحتاجوني وما تفعلني قلت كيف حياتك في حياتك وقيت له ما كانت كنت تقول ماما هي يخصتك جديد صبري معه حتى ماما قلت لها رجع بنتي ما متطلبة وبابا قال لها راس ببار ابح المها حوار مزيان و قلنا الله يسخر و خليتهم مكمنين و مشيت كنجمع في واحد تبصيل حق خطو يديوها لها أعطت ليها تسلمنا عن قاتل ترق سلامة من المراهجة و عندي صحاباتي دوقتهم من ذاك الشي اللي جابوا لي عائلة خاطبي و غادي غبر علي واحد لوقيتها قلت مزيان بدما انا نعود لصحاباتي بالتفاصيل شنوقع ذاك الشي اللي كان تقبلوا الوضع فرحوا و مشوف حالهم ما فرحوا مية في مية و مهم تقبلوا شنو كان هو بقى الليل كامل غابر انا بقيت مجمعة مع عائلتي و تندويبوا على ذاك الشي اللي وقع وبابا غادي يسول في بابا و شو صلو على خير قال لي كل شي هو ذاك من بعد قربات وقت الناس بقيت الليل كامل و انا كنت نافيه وهنا غادي وقع ما لم يكن في الحسبان سمحوا يا ولكن كيف العادة غادي نقول لكم بللي انه الجزء الثاني تعد الحكاية غادي نخليه لكم تلغضة لانه كيف شتو حلقة دي اليوم جاد طويلة بزاف في نظركم على شو الخاطئ بديلها غبر شو يكون نقع وش غا الناس وش وقعت لي شي حاجة وش كينا شي حاجة المهم الجزء الثاني جد مشوق غادي نخليكم غضة انكم تشوفوا ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام سلام